حضرت لكم اليوم أطيب وصفة بأقل مكونات رح نحضر حلو المالتيزر بطريقة أسهل من السهولة وكتير طيبة بنصحكم كتير تجربوها وبنصحكم تتابعوني للآخر لحتى تعرفوا صر نجاحة وكيف رح تطلع طيبة معكم تابعوني للآخر اول شي بدنا نعملو بدنا نجيب اي نوع بسكوت شاي نحنا عناية انا هون جايبي نوعين لحتى أرجيكم انه ما بتفرق حتى لو جبتو اي شكل انتو بتحبوه ما في مشكلة اول شي رح نعملو رح ناخد هيدا البسكوت ونغطسو بالحليب بهيدا الشكل نرجع نشيلو ونحطو بالصونية رح نعبى كل الصونية بالبسكوت بالحليب بهيدا الشكل مهم تتعبى الصونية لانه رح نعمل طبقتان من البسكوت قبل ما نحط الحشوة يلي رح تغطي البسكوت رح خلص كل حبوب البسكوت وما في مشكلة بترجع بقلكم اذا اختلف الشكل ما في مشكلة هخلص كل هالبسكوت متل ما شايفين بهيدا الطريقة هلا رح نجهز الطبقة يلي رح نحطها على البسكوت هنجيب اي خلاط عني رح نحط فيه علبة قشطة متل ما شايفين قشطة سادة رح نفضيها بالخلاط نعملوا تفضوها كلها وكمن رح نحط معا زرف بودرة الكريمة زرف واحد بس واخر مكون رح نحط كيز من حبوب المالديزرز فوقه هلا رح نخلط هيدول المكونات بالخلاط ومنرجع منشوف كيف رح نكفي وصفتنا سوا ومن بعد بخلطنا كلها المكونات صاروا عنا بهيدا الشكل هنخبركم الريحة قدي طالعة بتشاهه هلا رح نجيب الصونية وراح فضي كلها الخليط فوق البسكوت ووزعو اكيد اذا بدكم الحشوة هيدا الخليط تطلع اسمك بالصونية او صونية اصغر منها بكل بساطة بتطلع معكم انا حبيت انو ما تكون كتير سميكة فاخترت هيدا النوع من الصونية مننزلهم كلها اياتهم بهيدا الشكل بسيطة وسهلة ومانا كتير مكلفة هلا بكل بساطة رح نزل هالمكونات عن المعلقة وبسبتل رح مرق كل هالمكونات على البسكوت ما تعتلوهم اذا تحركوا ما في مشكلة رح كفي فرد كل هالحشوة على البسكوت ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي وصفتنا الحلوة سوا هلا متل ما شايفين صار عنا حلو المالتيزرز جاهز انا حبيت زينو بشوية كاكاو انا عندي هون نسكويك بكل بساطة رح جيب نصفة ورح نزل اضمة بدي مفي مشكلة هون نزله اضمة بتحبو هي مجرد لزينة وبعدها نكهة طيبة خاصة اذا كان الكاكاو نوعيته نيحة مثل الناسكويك رح نزل بهذا الشكل هلا رح زينها بشوية حبوب مالتيزرز كمان هيدا اختيارة كتير بنصحكم تجربو هالنوع من الحلو سهل وسريع جدا ومكونات بسيطة قدرنا نعمل حلو نعمل حلو تكترو كمان او تقللو الكمية ما في مشكلة هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت حلو المالتيزرز رائعة 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 بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وبنهاية الفيديو لليوم بتمنى اذا حبيتوا وصفتي وكل وصفاتي اللي على الشانل تعملوا سبسكرايب ولايك وتعليقات كتير بتهمني وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب و اطيب بس بنهاية الفيديو بحب شير انو هايدي الصونية كل ما حضلت بالبراد وقت اطول قبل ما تتقدم يعني حوالي 3 اربع ساعات قبل ما تتقدم رح تتش اكتر ورح تعطينا قوام وطعم غير شكل بنصحكم كتير تجربوه وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب و اطيب مرسي